في حاجة مهمة أبا حضرتك من المبهتين إليها ما تجد تشتري جهاز في حاجة اسمها بطاقة ترشيد الطاقة بطاقة ترشيد الطاقة دي تلاقيها مع محطوطة متعلقة فيها ألوان من العرض دي A, A, B, C, D, E هتلاقي ساهم على إيه ساهم على إيه ده يبقى الجهاز ده ترشيد الطاقة بتاعه كويس جهاز كويس بيوفر في الطاقة الجهاز ده بيبقى متعاير من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وتنظيم أقوى حماية المستهلك ممكن يبقى غالي شوية عن أجهزة تانية في الناس تقول لك لا ما تاخدش بقى لأقول لك ده الجهاز ده أرخص هو أرخص أبا ستعلم ده هتلاقي بتسهلك فاتورة الكهرباء أعلى من الجهاز ده فلازم تاخد بالك من حاجة نقطة دي مهمة قوي بقى بالرحة علينا كده في ورقة بتعلقة كده بتعلقة على الجهاز اسمه بطاقة ترشيد الطاقة على السخن بالكهرباء على التاكيف على الغسالة فول أوتوماتيك الأجهزة الكبيرة يعني لازم تعليها حرف A لهم حرف A لازم هتلاقي سهم يعني هتلاقي ABCD بالعرض هتلاقي حرف A حرف A ده بقى الجهاز ده تشتريه والطمطم بيبقى أغلى شوية لكن بيوفر لي كهرباء كل ما تقلل بالحرف A و B و C و D و E كده كل ما بتسهل الكهرباء أكتر هتلاقي بإزاي أنا جبت جهاز ده شغلته ساعة وجبت جهاز ده شغلته ساعة هتلاقي ده ضعف الكهرباء بتاع أمثلة ايه بقى تلفزيونات غسالة في الوتوماتيك تلاجة تأكيف سخان بالكهرباء حاجات اللي فيها تسهل الكهرباء كتير هي دي اللي بتقطع ترشيد الطاقة لازم تتأكد منها يعني ايه تاني أجهزة عندي في البيت أنا فاكرا أن هي أجهزة يعني ما بتعملش حاجة بس التلاجة برضو من حاجات بتسهل الكهرباء كتير واحنا ليه ناس تعمل سيئ جدا في التلاجة أنا بشوف ناس طفل مسا يروح فتح التلاجة ماما مش عارف ايه التلاجة فيها ايه طاعت تقول له لا بص مش عارف ايه وسايب التلاجة مفتوحة كده تب تشغل تخلي الكمبريسور يشتغل اكتر كده وبتضيع دورة الفريون لما تفتح التلاجة تكون عايزة تاخد الحاجة منها وتطلحها تاني الحاجة برضو من ضمن الحاجات السيئة في الساعة من التلاجة تسيبها شوية بره كده ما تبرد مسا ربع ساعة التساح حسن ما تبرد بدين دخلها ما دخلها سخنة الكمبريسور عايشتغل اكتر فتاخد يشتغل اكتر وبتسهل الكهرباء اكتر وبرضو سايما قولنا اي جهاز ليه عمر افتراضي كده بتقلل العمر الافتراضي للحاجة طب بالنسبة لمايكرويف يعني يا بالناس كتير بتقول انه هو برضو من الحاجات المخصوصا بقى لو انت مسلا حاجة مجمدة وعايز تفكها فيه تسيبها شوية تسيبها شوية من بره يعني تسيبها شوية لكي انت ست بيته بتسهل تروح واخد حاجة طوله عايز المكرويف لا ماينفعش ده معلش شوية ده مش هنستخمى عنه بقى مشايف بس هو السخاب بالكهرباء هو اكتر حاجة حاول ما تستخدمش السخاب بالكهرباء كتير يعني خصوصا هدخلينا على فاصل الشتا فحاول يعني نص ساعة قابليها بالكتير اوي يشغله وبعد ما تخلص نظم تطفيه لكن انت طول ما شايلد عمال يسحب في فطورة الكهرباء يعني عمال يسحب مكارت طب والتكيفات بقى البعض بيستكفي بفكرة ان انا بطفي التكيف برموت